وأعود إلى بغداد وعضو جبهة الإصلاح النائب عبد الرحمن اللويزي سيد عبد الرحمن أهلا بك نبدأ من حيث انتهى التقرير قبل قليل إلى أي مدى تتفق بأن هذه العملية التي انتهت إلى تحرير قاعدة القيارة القريبة من الموصل تشكل إنجاز استراتيجي على صعيد استعادة الموصل كاملة من هذا التنظيم بسم الله الرحمن الرحيم تحيي لك سيد محمد أنا أتفق تماما مع هذا الطرح الآن هناك مئة كيلو متر فقط تفصل القوات التي مركزها قاعدة القيارة إذا طرقت هذه القوات بمحاذاة الأنبوب العراق التركي لنقل النفط ووصلت إلى منطقة الكسك فسوف تطبق حصارها على مدينة الموصل التي هي محاصرة الآن من ثلاث جهات لم يبقى إلا الجهة الغربية التي الآن الطريق مفتوح أمامها إذا طلقت القوات وقطعت مئة كيلو متر أخرى بمحاذاة مدينة الموصل بالجهة الغربية سوف تطبق الحصار عليها وسوف تكون مدينة الموصل محاصرة تماما نعم أستاذ عبد الرحمن بالعودة إلى قضية اجتماع مجلس النواب جبهة الإصلاح ستحضر ستعيد فكرة تغيير رئاسة المجلس أسأل لماذا قضية بحث التداعيات الأمنية في الكرادة في بلد في الدورة لم تكن مدرجة حتى يوم أمس هل هناك إشكاليات بين النواب والرئاسة لماذا هذا التغير المفاجئ يعني ابتداء جبهة الإصلاح ليس موقف جديد منها موضوع الحضور منذ اليوم الأول للأزمة قلنا سوف نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية لذلك فالحضور الجبهة إلى الجلسة ليس مقترنا بأي شرط أنه موقف ليس جديدا جدول الأعمال وفق النظام الداخلي تعده هيئة الرئاسة هذا التغير وإدراج هذه القضية تسعى عن هيئة الرئاسة هي ليست قضية منوطة بالنواب لأنه فوفق النظام الداخلي جدول الأعمال تعده هيئة الرئاسة بالتنسيق مع رؤساء اللجان وقد درجنا من ثلث دورات أن هذه الصلاحية تستأثر بها هيئة الرئاسة دون حتى رؤساء اللجان خلافا للنظام الداخلي ولذلك هذه القضية منوطة بهيئة الرئاسة وكان المفروض مجلس النواب يجتمع قبل هذا التاريخ حتى لأن حادثة الكرادة حادثة كبيرة ليست قضية بسيطة حتى تؤخر أو حتى تكون موضع تردد بأن تكون قضية تستأهل النقاش أو لا تستأهله يعني هي قضية محسومة نعم سيد عبد الرحمن بخصوص التعاطي مع رئيس مجلس النواب من قبل جبهة الأصلاح نقل عن حضرتك تصريح بأن الجبهة ستعيد قضية سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب والأسباب التي نقلت عنك هي أولا لأنه ما زال مصر على معاقبة النواب الذين شاركوا في الاعتصام وفي الجلسة غير القانونية وسحب الحصان عن النائبة عالية انصيف بينما كان مطلبكم في المرة الأولى في بداية الاعتصامات مرتبطا بالإصلاح وعملية الإصلاح وما إلى ذلك لماذا هذا التغير في الموقف في سبب إقالة رئيس المجلس؟ أبدا نعم لا يوجد أي تغير بالموقف سيد محمد أحنا هذا التصريح أولا قضية إقالة رئيس مجلس النواب مدرجة على جدوى الأعمال غدا جدوى الاشكماع اللجنة والقرار هو للجبهة عذرا والقرار هو للجبهة النهائية هي مدرجة الآن لكن لا يوجد قرار نهائي فيها القرار متروك للجنة هذا الموقف الجديد الذي هو ضد سيد رئيس مجلس النواب تحديدا يتعلق برد فعل سيد رئيس مجلس النواب على قرار المحكمة الاتحادية حيث ظهر في أول مؤتمر صحفي فقال بأنه سوف يقيم دعاوى على نواب لأنهم أتلفوا المال العام وكذلك لانتحالهم الصفة في إشارة لسيد عبدالجنابي ثم قام برفع الثقة عن سيد عالين صيف على خلفية قضية نشر نحن لسنا ضد موضوع رفع الحصانة عن أي نائب لكن إذا سيد رئيس مجلس النواب يؤمن بأن النائب يجب أن يواجه العدالة والقضاء فلماذا لم يواجهوا العدالة والقضاء عندما كان متهم بقضية إرهاب ومكث أربع سنوات دون ترفعنا الحصانة نحن اعتقدنا أن هذا السلوك يعني موضوع تهديد النواب بإقامة الدعاوة سواء بتلاف المال العام أو بانتحال الصفة أو بإجراء رفع الحصانة كلها نوع من التهديد وكسر الإرادة ومن الطبيعي حق الدفاع عن النفس تكفله شراع الأرض والسماء أما قضيتنا لا هي قضية شخصية ولا مشروع الجبهة هو إقالة رئيس مجلس النواب لكنها قضية حادثة تتعلق بسلوك السيد رئيس مجلس النواب ورد فعله من موضوع قرار المحكمة الاتحادية واضح جدا كان معنام بغداد عضو جبهة الإصلاح النائب عبد الرحمن اللويزي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة